السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو سيكون عبارة على الدورة الخاصة بتسميم وبرمجة لعبة الأثعة السنيك على الهاتف باستخدام لغة بايثون أستسمح وأعتذر كثير لأنني أخرت هذه الدورة صراحة لكن فقط كنت مشغول جدا 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 يا إخوان لكي فقط أوفي بعهدي بوضع هذه الدورة سأقوم بشرح لكم يعني هذه اللعبة كيف يتم تسميمها وبرمجتها بطريقة سعلة جدا لكي لا أطيل عليكم سأقوم بشرحها بطريقة يا إخوان سريعة جدا كما ترون هذا هو الكود الخاص بهذه اللعبة هذا هو الكود يا إخوان كما ترون بالكامل وكذا فقط أقوم بتشغيل اللعبة كما ترون حين أقوم بالضغط على حرف T يعني الأفعاد تمشي فوق H يعني يسار ثم هنا مثلا بهذا الشكل كما ترون الطعم حين الأفعاد تقوم بأكل الطعم يتم كتابة جود بالأخضار كما ترون بهذا الشكل يعني هذه اللعبة بسيطة إذا خسرت يعني مثلا إذا قمت بالاستضام مثلا في البوردر يتم كتابة Game Over يعني إذا قمت بالضغط على P سيتم Play يعادة اللعبة أو Q يتم الخروج من اللعبة إذا دعوني الآن أقوم بشرح لكم الكود بطريقة سعلة جدا كما ترون لدينا هنا ثلاث مكتبات مهمة جدا لدينا مكتبات Pi Game هذه المكتبات هي خاصة بلغة Python لتسميم الألعاب بلغة Python كيف ستقوم بالثبيتها؟ ستقوم بالضغط هنا ثم تقوم بالضغط على PIP ثم تقوم بالضغط هنا Pi Game ثم تقوم بالضغط على Install حتى يتم ثبيتها ثم لدينا مكتب Time هذه المكتبات هي خاصة بالPython يعني بدون أن تقوم بالثبيتها فهي موجودة وهي خاصة بالوقت ثم لدينا مكتبات الوقت يعني Time سنقوم باستخدامها يعني في كثير من الأمور ثم مكتبات الRandom يعني العشوائية وهي كذلك موجودة في Python بدون أن تقوم بالثبيتها وهي يعني الRandom العشوائية سنستخدمها يعني في الطعم لأن الطعم كل مرة يتمضعه في مكان معين بالنسبة لأي لعبة في Pygame نحتاج إلى أن نقوم ببداية البرنامج الآن سنقوم ببداية إنشاء البرنامج الخاص بنا ثم في أخير الأكواد الخاصة باللعبة أو بالسكريبت التي تريد إنشاءه نقوم بكتابة Pygame.cute بهذا الشكل يعني سيتم الخروج أو نهاية اللعبة إذا دعوني أقوم بشاهح لكم هنا يا إخوان لدينا هنا قمنا بإنشاء ست متغيرة هذه متغيرة هي عبارة الألوان الألوان التي سنحتاجها في اللعبة قمنا باستخدام يعني الصغة الRGB يعني مثلا لدينا هنا الwhite الأبيض الأصفر البيك الأسود الريد الأحمر القرية الأخضر والبلو الأزرق ثم هنا قمنا بإنشاء متغيران أخرا ومخاصا بطول وعرض الفورم طول وعرض الفورم بهذا الشكل ثم هنا قمنا بإنشاء Pygame.display هنا حين قمنا بإنشاء display يعني قمت بإنشاء نافذة هذه النافذة هيقوان يعني هذه النافذة التي هي بالأصفر يعني هذه الفورم الخاصة باللعبة إذا قمنا بالخروج ثم هنا متغير خاص بالبردر يعني هذا هو البردر هنا القلوك يعني هذه الأمور لدينا هنا مثلا sneak block و sneak speed يعني هنا سرعة الأفعى مثلا إذا قمت بتشغيل كما ترم سرعة الأفعى باستخدام ممكن نقوم بالاضافة في السرعة مثلا نقوم باضافة مثلا هنا 15 سيتم تغيير السرعة كما ترى كما رأيتم يعني ممكن ان تقوم بتغيير الكود كما ترى اوكي دون يقوم بالرجود هنا يقوم باعادته الى وهنا حجم حجم الافعة والطعم مثلا سيتم تغيير من 10 الى 16 كما ترى ملاي احسن يعني ان نجعلها في 10 ثم هنا فانت ستايل يعني هنا خاصة بالفانت الخاص يعني بالكتابات في الفورم سنقوم باستخدام الدولة اخوان في هذا الامر نحتاج الى الدول كثيرا لدينا هذه الدلال وار سنيك هنا لكي نقوم باستخدام البوردر واستخدام هنا سنيك بلوك تحرك لأفعاو هذه الامر وهنا لدينا هذه دريو دوت ريك يعني الكتونجل وهذه خاصة بالبوردر كما ترون لدينا هذا اللون الخاص بالبوردر اوكي وهنا ممكن مثلا نقوم بتغيير من 5 الى مثلا نقوم بتكبير البوردر يعني الحائط الجانبي مثلا نقوم بتغيير الى 15 كما ترى اصبح باداء الحجم يا اخوان اوكي فقط ضعوا في خمسة لدينا هنا دلة الميساج يعني هذه الدلة هنا سيتم عرض الميساج يعني هذا الميساج يعني حين اقوم مثلا بالدخول هكذا يعني هذه الدلة هي التي تقوم باذهار هذا الميساج game over بهذا الشكل يعني كما ترى هنا الميساج والكولر يعني الكولر كما رأيتم يعني ممكن ان اقوم بوضع اي لون والميساج ممكن ان اقوم بوضع اي ميساج اي رسالة هنا لدينا السكور وهذه الدلة خاصة باذهار كلمة good يعني عندما اقوم باكل الطعم كما ترون انظروا كما ترون يتم كتابة good في فوق كذلك تستقبل متغيران السكور والكولر ثم هنا هذه الدلة هي الخاصة باللعبة game loop يعني هنا اللعبة تقوم باللعبة هنا لدينا هذه الامور الخاصة يعني game over والgame close يعني اوكي اذا هنا سنقوم بالذهب الى الفود يعني هنا الفود الطعم يعني هنا الطول يعني هذه الامور خاصة بتغير الطعم من مكان الى مكان هنا كما ترون يعني حين ال while يعني الخاصة بالgame close حين يساوي through سيتم اظهار هذه الرسالة game over يعني حين يقوم بالدخول في الحائط مثلا ثم نقوم باستقدام هذه الميطود update يعني تعديل كل كود اوكي يا اخوان لدينا هنا مثلا لكن الشيء مهم جدا هو هذا يا اخوان اوكي هنا يا اخوان يعني هنا لدينا هنا ااااااا اقوم باختيار الازرار الخاصة بتحرك الافعاة اوكي اقوم بالاختيار الازرار مثلا لدي هنا سي يعني السي لديها مثلا هنا اف اتش تي سي يعني ممكن أن نقوم بتغييرها كما أريد يعني F كما قلنا يا إخوان F هي يسار C أسفل H يمين T فوق ممكن أن نقوم بتغيير الأزرار كما أريد هنا يا إخوان يعني ممكن أن نقوم بتغيير F مثلا إلى أي زر سواء رقم مثلا 1, 2, 3 ممكن أن نقوم بتغيير يعني هذه الأمور خاصة بالأزرار يعني F, H, T, C ثم هنا يا إخوان لدينا كذلك هنا يعني هذه الأمور الخاصة يعني حين يكون X1 وهو الخاص بطعم يساوي مثلا أكبر أو يساوي عرض يعني الفورم كذا وكذا يعني حين يقوم مثلا الأفعاء يعني حين يساوي كما تعون يعني حين يساوي إحداثيات الأفعاء حين يساوي إحداثيات الطعم سيتم زيادة في طول الأفعاء ويتم تغيير مكان الطعم بذلك الشكل يعني كما ترون الأفعاء أسبحت الآن فيها حلقتان ثلاث حلقات ويتم دائما تغيير مكان الطعم بذلك الشكل يعني هذا هو الكود الخاص بهذه الأمور كلها يا إخوان أوكي ماذا لدينا هنا كذلك يعني الأبضت يعني دائما نقوم بكسابة الأبضت يعني يتم دائما تعديل الكود يعني حين الأفعاء تقوم بأكل الطعم يتم تعديل الكود من جديد أوكي هنا يعني حين الف إكس وان يساوي الفود الإكس وان يعني والإغريك وان هي إحداثيات الأفعاء وفود إكس فود وايل هي إحداثيات الطعم يعني حين يتساوان يتساوان لا أعرف كيف أقولها هنا يتم استدعاء دلة سكورة التي يقوم بكتابة هنا وهنا لون جرين استدعاء المتغير جرين ممكن أن نقوم بوضع أي لون هنا يغوان ويتم كذلك بتغيير مكان الطعم بهذا الشكل ثم يتم في الآخر ثم يعني طول الأفعاء يتم بزيادة بها واحد ثم هنا يتم يعني يتم تعديل الكود من جديد ثم هنا يتم يعني هنا يتم إغلاق يعني أو إعادة السرعة من جديد أو إعادة الكود من جديد ثم هنا لدينا الكود الخاص بنهاية يعني نهاية هذه الدول كلها كلها ثم في الآخر نقوم باستدعاء دلة لجيملوب يعني دائما سيتم استدعاء دلة لجيملوب في اللعبة إذن هذا والشرح البسيط جدا يا إخوان للعبة سنيك على الهاتف الآن فهمتم بعض القالي من الكود ممكن أن تقوموا بالتعديل سواء في الألوان سواء في الطال في الحجم هذه الأمور الكود ستجدونه يا إخوان في صندوق الوصف ولا تنسوا الاشتراك في القناة وانتظروا إن شاء الله دورات وشرحات جديدة في القناة ترجمة نانسي قنقر